قصة اليوم راح تخليك تبدل فكرتك انه انت تشتري فد حاجة مستخدمة اكو هواي ناس فقراء يشترون هدوم مستخدمة يشترون يعني بوب شبابيك ادوات للمنزل وغيرها من الاشياء الثانية يعني اكو ناس يعيشون على الاشياء المستخدمة او المتروكة هاي الاشياء احيانا يعني تكون اشياء ملعونة ما اعتقد ما مرت علي قصة وقستين من هذا القبيل يعني مثلا واحد اشتراله فد حاجة جهاز منزلي او احيانا حتى دمية لاحد اطفاله ويعرف بعدين ان هاي الدمية ملعونة الجن يسكن بالاشياء بغض النظر اذا كان حجمه شبير او صغير قصة اليوم من شخص اسمه مهند صارت يعني بيتهم اشياء مرعبة وغريبة بعد ما جاب حاجات مستخدمة للبيت القصة راح تاخذك المنحدر مرعب جدا فقبل لا ابدي بسرد احداثها المخيفة اريد من عندك تحسن نفسك واذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى لان الجن على ذكرهم يحضرون ويلا نبدي بقصة كالعادة وبكل قصة انا اخذ الدور بها اسمي مهند وعيت وانا يعيش بمدرسة ووالدي كان يشتغل حارس ليلي بالمدرسة ووالدي كانت تشتغل كفراشة وانا اهلي ما خلوني يكمل تعلمت اقرأ واكتب وبطلوني وخلوني يجلس بالحانوت وانا المدرسة كانوا يشتغلون بمدرسة اعدادية وجنت اشتغل بالحانوت وابيع للاولاد واللي ما يعرف شنه حانوت هو عبارة عن محل صغير بداخل المدرسة المهم صارت اتعدل ايام وانا اكبر الغاية ما صار فتشيه شبير بالعراق وهو احتلال العراق وانا جنت هستوني واعي وبعدها تقريبا البناء التحتية كلهم هدمت لا دوام لا مدارس وهو اشياء بالعراق تغيرت والوضع كان ماشي يعني بالمنحدر والناس كانت يعني فقرة وعلنيتها وما حد يعرف حتى اكو ناس هجمت على دوار الدولة واخذوا الغراض وحتى شلعوا شبابيك وغبوب للتوضيح فقط المهم الامريكان بعد فترة يعني قاموا يعينون بالناس اللي يريد يصير شرطي ياخذونه اقل الشهر او يعني 15 يوم وبعدها ينطوه مسدس ويخلونه بالمركز يعني ما للشرطة فوالدي راح مباشرة وتعين بذاك الوقت كشرطي واحنا ظلينا جالسين بالمدرسة وكانت الاوضاع مرعبة وخطرة مدرسة مفتوحة وانا والدي كنا نخاف وهناك بديت اكبر بسرعة وبديت اوعى وبدأ عقلي تفتح المهم بعدها والدي قالاني عندي شكن فليس ضامن راح اطلحن وراح احاول اشتري بيت وفعلا والدي قدر يشتري بيت لكن هالبيت هذا كان عبارة عن خربة حرفيا ما كان بيت طبيعي بالمرة البيت هذا كان ما بيه سقوف عدل مثل الأوادم كان بيه سقوف من خشب صح البيت مبني من الطابوك لكن السقوف ماتة كان من الخشب والبوب والشبابيك ماتة عبارة عن بردات او قطع من القماش والشبابيك كانت نايلون يعني ما كان بيت حرفيا بس على الأقل قدرنا نشتري واشتراه من شخص هذا الشخص رادي يسافر ويعوف العراق يعني بسبب الاوضاع فبعدها ظلينا فترة وقدرنا نشتري هالبيت هذي والبيت تحول بأسماءنا وبعدها ارتاحنا جدا على الأقل عدنا بيت برغم انه لا كهرباء منتظمة ولا مي بي وكان تعبان المهم والدي صار يجمع فلوس وقدرنا نسوي السقوف مات وبعدين استقر تقريبا وضع العراق وقالوا الوالدي لازم تروحون مركز تدريب وراح تغيب عنه او راح يغيب عنه تقريبا ثلاث شهور وبعد ما راح صرت أنا المسؤول عن البيت وشنت اشتغل ووالدتي كانت موجودة بأحد الأيام موانجة يشتغل ومرت من مكاني بيعون بي ادوات مستخدمة وادوات منزلية واي حاجة تريدها يمكن تلقاها وبثناء موانجة يتجول وافتر ناظرت لقيت بوب وشبابيك مستخدمة وكل هاي الأشياء تنفعنه بالبيت وقررت اشتريها وظليت أنا وصاحب الغراب انزل واصع عدل غاية ما اخذت من عندي اربع بوب على عدد البوب مال البيت النقص وكانت حتى من ضمنهن باب خارجي هما خذتها يعني صارا خمسة واخذت شبابيك وباقي غراب عدده انطيت عليهن عربولة ان فلوسي ما كفت وقيت له خليهن الي يواني اخذهن وهن ادوات للمطبخ المهم يوم اللي جبتهم للبيت والدتي فرحت جدا انه على قر رحصير عدنا بوب مثل لوادم وشبابيك وطبعا ظلن البوب تقريبا بحدود بعده كان ما جاي وبعدها صارت شوي عد فلوس وقررت اشدهم وجبت احد يركب الشبابيك انه وفعلا اركبوهن ودبرت فلوس الجام والحمد الله والشكر قدرت اسد الفتحات البلبيت ومن الداخل كذلك جبت احد اركب البيبان اللي كانت من الخشب طبعا البيبان كانت الشابه لكن اكو باب من عدهم كانت تختلف وشكل هاي البوب مال دوائر حكومية لان شال لونهن ابيض من ما عدا باب وحده شال لونهن بلون الخشب يعني صاجي وانتبهت عليها زيادة يمكن غرفة ما لحد موظفين شايفين لما انت تخلفت قطعة او تخلفت حاجة ويمر عليها الوقت يعني مثلا حرارة وبرد لما تشيلها راح تلقى اكو مكان جواها اللون الحقيقي والباقي راح يكون باهت هذا اللي كان حرفيا بالباب بالمنتصف المهم شديني هاي الباب وبنفس اليوم اجانا تليفون من اقاربنا اللي موجودين بالبصرة صارت عدهم حالة وفاة وذولة اقارب والدتي طبعا والدتي قامت تبتشو وقالت لازم نروح بهاي الليلة فسألتها وقلت لها شون نروح شون كذا قالت معرف اريدك توديمي وبعدها رحت الشخص من نهال المنطق وترجيته وفعلا اخذ والدتي وراح واني ما قدرت اروح ظليت بالبيت لان عندي هواي شغل وذولة هما اقاربها واصلا والدتي كانت مثل العبع علي بالبيت يعني لما اطلع اشتغل اظل يعني بالي يمها اقول هسا اكلت ولا شربت صار لهشي على الاقل راح تروح هناك في 14 يوم كذا واني اروح واجيبه وانا طبعا قلت لها انت روحي وانا راح اجي وراك بعد يوما بعد ما اكمل الشغل وفعلا بذاك الوقت راحت وبعد ما راحت والدتي وبهاي الليلة تحديدا انا شنت جالس بأحد الغرف كانت الدنيا ظلمة والكهرباء مطفية وشنت مستعين في فانوس فقط للأضاءة كان اسمع صوت غريب بالبيت كأنه صوت مالكلب مو ينبح وانه يستغيث ما عرف منين دخل وشلون دخل هالكلب بعدها طلعت وان الفانوس بيدي وجاية تمشي وادور وما لقيت اي حاجة شكلي متوهم وشكت الصوت جاي من بره اتأكدت انه ما كفت شي مفتوح ورجعت دخلت مرة ثانية للغرفة ونمت وبعد ما نمت سمعت صوت خلاني اقعد من النوم هاي اللحظة ذكر الصوت هو صوت رقع الباب كأنه واحد جاي يسد ويفتح بالباب وما كان يسدها سدات طبيعية فالصوت كان واضح قمت من مكاني اتمشي وبعد واحد ما كان اكو شي يعني كل شي على حطة والبوب ما للبيت كلها مزدودة تعودت من الشيطان ورجعت مرة ثانية كملت نومتي بالغرفة المهم باليوم الثاني اتأخرت بالعمل ويوم اللي رجعت وطبيت للبيت ويا المغرب وانا جاي افتر احد البوب الرقعت بصوت عالي وكانت الباب اللي قلت لكم عليها اللي كانت باللون الخشبي وكانت باب حطيتها للاستقبال مرة الضيوف او الصالة واللي حدث هنانا يعني اقشعر بدني واكيد الباب انسدت لانا انا متأكد شفتها بعيني مفتوحة رحت عند الباب وحاورت افتحها وكانت الباب مقفولة ما تقبل تنفتح كأنه واحد قفلها مع العلم هي ما بيها مفتاح يعني صح بيها كيلون لكن ما رح تنقفل لان ما لها المفتاح حاولت افتحها رديت وما قدرت وقررت اطلع لي برة وبعد ما طلعت لي برة رحت على الشباك منور البيت على اقل اشوف واطالع هو من اللي سدها ومن اللي موجود بالداخل حاورت اطلع من الجام لكن ما شفت احد لان كانت اكو بردة وهست ان وردت امشي لمحت اكو اضاها كأنه واحد مرر اضاها من قدام الشباك وصار انعكاس الضوء علي ناظرت وليقيت الدنيا ظلمه ورجعت مرة ثانية مقشعر بدني واول ما طبعت لي جوه ناظرت اكو فتحة بالباب كانت يعني صغيرة يا دوب اكو فتحة بين الارض وبين الباب ويوم اللي طالعت كانت اكو ضاها بالداخل فبديت اضرب على الباب وقول من اللي موجود بالداخل لا تخليني اكسر الباب انت منه وش رايد اذا انت حرامي ترى البيت ما بي اي حاجة وللعلم ترى اني عندي سلاح من البيت رحت اركض وفعلا كانت عندنا قطعة ما لسلاح اجوز تستربون وراح تقولون هو انت شون عندك سلاح وهذا الكلام موجه للدول الباقية مو العراق بذاك الوقت ارخص حاجة ممكن تلقاها بالسوق هي الاسلاح الاسلاح مشمر بالشوارع بالبساتين بالانهر وبكل الاماكن موجود اسلاح يعني الاسلاح ارخص من كيلو وطماطا وملاحظة الطماطا يعني بنادورا اخواننا بلاد الشام يسموها بنادورا حتى يمكنك اغنية عليها انا بنادورا الحمر المهم نرجع لقصتنا يعني احيانا تجين هيت فصلات يعني عادة لا تستغربون المهم رحت للغرفة وجبت الاسلاح وسمعت الصوت مات لكن بدون اي جدوى حاولت افتح الباب وماكو اي فائدة اكسر الباب ولا ما اكسرها هو اكو احد ولا ماكو يا اخوان ما اشنت تسمع اي حركة لكن شفت ضوء حطيت اذاني على الباب الغاية ما قررت اضرب الباب وبمجرداني رفعت الاسلاح اريد اضرب الباب واكسرها وكان الباب تنفتح وحدها طلع الصوت وكان تنفتح الباب وبطع شديد قلبه رادي يوقف بساعتها كانت الاضاءة بالبيت يعني تطفي وتشتعل يعني في هذا الوقت انا تحديدا كانت الاضاءة تطفي وتشتعل الكهرباء بالعراق عندنا ما مستقرها بس اللي صار هو طفت يعني بساعتها وردت اجدت يمكن لمحة شخص لونه اسود باسود ما اعرف وين راح ظليت ادور عليه بدون اي فائدة ورحت جبت اضاعة وافتريت البيت كله الغاية ما تأكدت انه ماكو احد داخل اقصد احد انسي اما اذا كان اخر مثلا جني فما اعرف المهم رحت اتمشي وتعوذت من الشيطان ورحت للمطبخ سويت اكل لي طول الوقت وانا جاي امشي بالمطبخ احس كأنه واحد يمشي 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 وراي وقريب جدا عليه يا جماعة الخير اتخيلوا حتى تعثرت بي تعثرت وجهته اسقط على وجهه يعني لكن ما جاي اشوف احد والكهرباء ما مستقر ابد الغاية ما دخلت للغرفة وبيدي الاكل الغرفة اللي انام بيها بيدي الاكل حطيتها على الارض وطفت وقلت وطفت الكهرباء هاي الكلمة وقمت حتى جيب الفانوس من المطبخ وبعد ما رحت للمطبخ والانارة موجودة ودخلت اتفاجئت بشخص واقف عند الفانوس ما كان مبين بوضوح كأنه شخص يلابس عباء وكان وجهه باللون الصحراوي ووجهه باهد جدا وملامحة كانت خفيفة يادو بتبين ووجهه كلها جاي بالطول يعني حلقة كأنه بالطول الخشمة طويل جدا عيونه ما كانت عيون عادية كانت طوالية كأنه يعني بيضات اثنين ووجهه غريب فظليت اطالع به شوية وطبعا شعر جسمي كله وقف وظليت يعني ما مصدق هو هذا شن اللي موجود وبزغم مضت عيوني وفتحت اختفى من قدامي مباشرة ولا كأنه كان موجود رحت على الفانوس واني ارتجف لا شكل البيت مسكون بجن حرفين زي ليش نسكن بهاي الساعة لأن والدي ما موجود ووالدتي رحت مو يومي موجودين احنا عشو ما اشعر بحاجة المهم خدت الفانوس وبديت اتمشي وهستوني دخلت للغرفة وسديت الباب وشان اسمع الباب مارس صالح تنظرو حبيت اني ما اسوي شي جلست على الاكل حتى نفس نسدت وبديت اتعوذ من الشيطان والباب بدت تنسد وتنفتح تنسد وتنفتح كأنه واحد جاي يسيد بيها ويفتح الغاية ما طلعت والباب قدامي كانت تنفتح وتنسد تنفتح وتنسد اهناك وكان اسمع الصوت كأنه اشخاص جاي يهمسون واحد للثاني وكان الصوت غريب وما كانت لغة مفهومة ليه ويوم اللي انتفتت وراي بيها يأكل وهو يعني كانوا جالسين ويوم اللي شبتهم وردت فعلي كانت باردة جدا ما الشخص خايف وما عرف الشون طلعت من عندي قلت لهم انتج وعانين طبعا بتسمع بوجهي وانه نانا ركضت ما عرف اللي اسوي بالاتجاه ما للباب للبرة طلعت لي برة وبدي تناظر بيتنا الوحيد هو اللي كانت الكهرباء بي تطفي وتشتعل اما البيوت الثانية اللي كانت بالحي فكانت بيوت طبيعية البيت ما انه كان شوي متطرف عن البيوت لكن بنص حي يعني يوم اللي اناظر على يميني ويساري موجودة بيوت قريبة مني واللي خلاني بعد استغرب هو الوقت الوقت اللي قضيت بالبيت لقيت الساعة المهم واني واقف وانا اروح وانا انطوجي معقولة ارجع للبيت واجلس بعد اللي شفته وما حسيت غير خيالات من بعيد ناس جاي يمشون وجوي لي كانت مرأة ورجل وطفال اثنين فانا اضرب بوجه الرجل وانا شايف قبل يعني بالنهار فسألني وقال لي خير اش بيك واقف وطالع بالبيت بيك حاجة قلت لها عمي انت وين بيتك ماش انت لدي البيت قال انا جيرانك ذاك وانا بيتي اش بيك محتاج مساعدة قلت لها اي محتاج مساعدة المهم حس بي انو انا عندي فتح حاجة اريد اقولها وما رضح تشيها قدام مرت واطفال قال تمام راح اوصل زوجتي تعال لحقني وفعلا صار يمشي وانا يمشي ورا وبعد ما وصل بيت خلى زوجتي تدخل وقال لي شبيك خير شن اللي يصير وياك قلت لها البيت مان قال شبيه قلت لها ما اعرف ب اثنين واربا بديت اتكلم كلام غريب قال لي يعني من الحرامية الرجل ما كان مستاهد انه جن او هيش اشياء قلت لها ما اعرف قال يعني هسه اكوح اتجول او لا انت مو عندك سلاح المهم قال انتظرني انتظرني وراح دخل البيت وطلع اليه بسلاح شايل بيده اكلاش نكوف وراح يتمشي دخل ويا للبيت دورنا ما كان اكو كل شي من ما عدا العكل اللي موجود بالارض كانت حشرات الدنيا طالعة وموجودة بي يعني الحشرات ملتمة علي وهاي الاشياء عندنا بالعراق طبيعية يعني لان اغلب الاراضي والجو حار فتكون بيها يعني حشرات لكن الشون التموا بهاي السرعة لحد يسألني المهم بعد ما اتأكدني قال لي اخاف انت متوهم بعدين قال انت متأكد هم بجن جيب لك شخص يقرأ بي قرآن ولا تخاف اذا تحب تعال عندي بالبيت فالصراحة استحيت من عنده وقيت لا مش الحال الحمد الله ورحت جبت البندقية مات وخليت عندي المهم وين ما اروح هيويا دور تنمية هيويا كأنه متخيل الجن مثل احد وتقدر تطرد بسلاح ورحت وديت الاكل بالمطبخ والصراحة ما قدرت تغسل ولا صحن مع العلم اكو شياء بيهدهن ومن المفترى بغسله وما قدرت اخليهم بالبراد ليش لان اصلا الاكل انتزع لان الحشرات نامت بنص وبعدها رحت مباشرة بالغرفة ومددت على امل انام وشنت حاط البندقية بحضني الغاية ما غمضت عيوني وغفيت وما شعرت على نفسي غير الصبح وكان جسمي يوجعني وما قدرت تحرك وظليت بمكاني الجوال ماتي ما كان بيرصيد على امل ان والدي يتصل علي او والدتي لكن اثنين هم ما تصلوا وحتى ما بيحيل اقوم لو بيه كان طلعت وخليت الشخص هذا يوصلني عد والدتي وخلاص من الليلة وبعدنا منذكر الاحداث اللي صارت لكن رجعت غفيت ويوم اللي غفيت صحيت على صوت جاي من الصالة كأنه واحد جاي يتكلم وصوت جنت اسمع بكل وضوح والصوت هذا مو غريب علي هذا الصوت صوت والدي فقمت بخطوات ثقيلة وجسمي متعب ظهري واجعني كأنه واحد صاعد فوقايا ورقبتي ما اقدر احركه واطرافه كانت منملة بصورة مو طبيعية وانا جاي تمشي رحت عند الباب الخشبية اللي هي مال الصالة والاستقبال ويوم اللي طالعت اتفاجئت ابو والدي ووالدتي كانوا جالسين على الارض واحد مقابيل الثاني وجاي يسول فون فبديت اتكلم وياهم وقل لهم قلت شوقت جيتوا ليش ما قاعدتوني التفتوا علي اثنيناتهم وما ردوا وهذا كان اغرب شي دول ابيهم شي يعني المهم مانح حرارة مرتفعة ما عارت لهم اهمية خل روح اغسل وارجع اشوفهم المهم رحت وغسلت وجهي ورجعت اتمشي على كيف ناظرت لقيت اطفال اثنين يرقضون ودخلوا نفس المكان اللي بي والدي ووالدتي اللي هي الصالة او غرفة الضيوف احنا رحت ارد اشوف شون اللي جاي يصير بالبيت ويوم اللي دخلت لقيت وياهم اطفال كذلك ومن ضمن دول الناس اللي موجودين والدي ووالدتي من قوة الصدمة اللي آن بيها ظليت واقف عند الباب واصيح على والدي ووالدتي وهما ميردون علي والمكان كانت بي لغوة وهوسة مو طبيعية الكل كان يتكلم اصور وما قدر تطلع ولا كلمة ولا تشنت افهم كلامهم بسبب الصوت العالي وما حسيت غير احد يجي من ورايه ويوم اللي التفتت لقيت شخص اكثر من عندي ملامحة لا هو شايب ولا هو صغير وكان شكل غريب ودفعني ويوم اللي دفعني دخت وسقطت على الارض وهنان الكل صار يركض وبعدها تحولوا الى مثل الخيالات السود من شدة الرعب والخوف ما تحملت المنظر اللي موجود قدامي واغمع علي يوم اللي صحيت صحيت واني بالغرفة اللي انام به لكن موجود على الارض ممدد فهناك اعتبرت حلم واعتبرت الاشياء هاي اللي صارت كلها اشياء موجودة بعقلي فقط البيت كان هدوء والكهرباء من قطعة مثل كل مرة والفانوس اللي كان موجود عندي بالغرفة طافي من زمن استعانيت بالكشاف مال الجوال كان جوال بسيط جدا بيه كشاف وبديت اضوي الغاية ما طلعت ولقيت الباب مال الصالة مفتوحة ويوم اللي ناظرت حرفيا كان والدي جالس سألته وقلت له انت شوكت جيت ومارض علي الاضاء كانت بوجه بعدين رفع ايده وكان يقول طف الاضاء مات وغلط عليه يعني غلط عليه غلطة معرف المهم قل لي طف الاضاء هالكلام هذا انسدت الباب ووجهي وصد قوية بعد من شدة السدة ما الباب حسيت ان الحاية طلع من عندها والجدار طلع من عندها تراب علي وسمعت رقضة مطبيعية وشفت طفل يناظر علي من احد البيبان وهي باب المطبخ رجعت اركض من الخوف للغرفة سديت الباب علي وانا ما اعرف شوان الصرف وجوالي ما بيرصيد يوم اللي طالعت على الشباك لقيت الناس اكورانا يبينون يعني من بعيد عدهم اضاع الظاهر الكهرباء عندي من قطعة فقط اول نقط مع الكهرباء الخارجية نازلة الجوال كان بيدي وما اعرف شو نطلع واتخلص من هذا المكان وادعي رب العالمين ينجيني ويخلصني الخوف اللي نزل علي والرعب اللي حل به بساعته ضرب خفيف واسمع صوت خربشة على الباب كأنه واحد جاي يمشي في دقالة حادة او جاي يخربش الباب بأظافرة وكان الصوت مزعج والصوت بعد يخلي عندي غثيان وصرت كلما اغمض عيوني اشوف حاجات موجودة قدامي وابدي ادعي الغاية ما ارن الجوال ماتي ارن ماتة طبعا رادت تشلع قلبي بس يوم طالعت وليقيت والدي اللي متصل فراحة جدا وبعدها والدي يحكو اخبارك انا خبرتك بهذا الوقت المتأخر جاي يتكلم الظاهر الشبكة مو زينة فقلت له انا مشكلة البيت ما عرف شبه مسكون بجن ويقول لي ترى ما جاي اسمعك غير مكانك اطلع مدر شنو كان تجي الكهرباء مرة وحدة بالبيت تخيل الغرف هاي اللي كانت موجود بيها كان بيها غلوب اصفر قديم الغلوب هذا احيانا يتحمل الكهرباء زايدة اجدت الكهرباء بالبيت القوة مالتها يمكن 400 الى 500 الاضاء هاي تحولت الشمس ما قدرت اناظر بيها وانفجر الغلوب وول ما انفجر الغلوب كل شي انقطع عني واني ناغمة علي ويوم اللي صحيت صحيت ويا وقيت المغرب جنت ممدد وناظرت لي فوق انا نايم بالترك من البيت يعني تاركين جزء احنا من البيت او هو البيت اصلا متروك منه جزء فوجهي والسماء في وقاية ومنا الجدار ما للمنزل ويوم اللي طالعت لديت رجل جالس رجلية بعد شوية وتلوح لارض وانتو تخيلوا ارتفاع عشقد البيت كان مكون من دور واحد وما الى ستارة داير ما داير وكان هو جالس ومدد ويناظر بوجهي وقال لي يلا اطلع طبعا هاني بذاك الوقت بدون اي تفكير وبدون اي وعي حتى شنط حافي طلعت اركض من البيت ورح ادقيت الباب على الرجل نفسي شافني بحالة اللي يرثى لها وقلت لها شفت كذا وكذا قال لي انت شرايد مني قلت لها ارد اطلب منك مبلغ صغير وارد اطلب تكرم انعال فقط ارد اروح للبصرة الوالدتي الرجل هذا ما قصر وياي ساعدني شال المبلغ وانطاني بذاك الوقت تكرمون حذاء لبسته وطلعت وحاولت ايجب سيارة وبعدها قدرت ااخذ سيارة وتوجه على والدتي مباشرة يوم اللي دخلت والدتي تفاجأت بي وقالت صار وياك تخيلوا يعني بهذا الايام انا شكل يتغير بسبب الخوف فسولفت لها على البيت قالت ما رح نرجع نهائيا الى الغاية ما يجي ابوك وبعد ما يجي والدي طبعا هو يعرف بينه فيطلع علينا مباشرة للبصرة ويوم اللي رجعنا رجعنا لقينا البيت حرفين كل الحاجات اللي بيه مقلوبة خاصة الاشياء ما للمطبخ يعني السكر والرز وهي الاشياء والزيت كان موجود على الارض وهنا قررنا انه نعوف بس وين الروح فوالدي قام يجيب ناس يقرون قرآن طبعا جبنا اربع شخاص والكل شخص غلط الحد ما يجي شخص ذكي بدأ يسأل اسئلة يعني وكانت الاسئلة ماتة هو منش وقت هو من زمان اش قصال لمتروك شون اللي صار بعدين قتلى على الباب قتلى الباب كذا وكذا وبيبان هاني جبته بعد ما هو لمحلي قال ترى الجن احيانا يسكن بعشياء يعني عادي يسكله بلمبة هو اللي يقدر يجلس بحجر صغير ما يقدر يجلس بمكان شبير فقتلى بس انا جبت بوب مستخدمة وكذا وكذا فبدأ يطالع بالباب قال يا هي اكثر باب يعني انزعجت من عدها وصار بهالشي قتلى هاي فبدأ يقرأ قرآن على الباب وحط ايده على الباب ويقرأ قرآن لغاية ما تحركت الباب قدامي راحت وردت رجعت كان يقول المشكلة كلها عدكم بالاشياء اللي جبتهم انت حاور تطلعهم من البيت باقراء بوقت وفعلا شلعت كل البوب اللي اشتريته لكن الشبابيك خليتهم وبعد ما اخذتهم رميتهم من مكان بعيد ومن ذاك اليوم الهليوم اختفت رشياء والبيت هذا مباع وصار بخبر كان القصة اللي سمعتوها صاحبها يقول عشتها حرفيا يعني نوبة اللاخنت تروح تشتري لك فتحاجة تأكد منعد هزيا قبل لا تدخلها لبيتك لان الجن يقدر يسكن بكل الاماكن وحفظنا الله وإياكم من شياطين الانس والجن واتمنى القصة عجبتكم وانتظروني غدا وبقصة جديدة ان شاء الله